المرأة المثالية امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ بها يفق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين رضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريدة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة تبس تكفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لبسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوس وأرجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض تصنع كمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب ترك بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل كله رح يروح أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب آمين هيدا الإصحاح جاوبك لا جاوبه فعلا يعني هون منقدر نقول المرأة الفاضلة المرأة المثالية المرأة الشريفة يعني مواصفات كثيرة جدا موجودة في هذا الإصحاح وبفرجينا أنه هي تطحيتها وعملها وعطاءها وهل لاقت تفاني جوها وبرها ببيتها وبرها يعني شي رائع جدا العطاء اللي عندها رائع يعني هي عم بتفكر حتى كيف تشتري وبتعمل الكتان والصوف واللي بتهتم في بيتها في أولادها بالتجارة برها زوجها معروف عند الأبواب يعني فعلا زوجها بكون معتبر أمام الجميع بسبب زوجته اللي بتعمل من وراء الكوليس أنا سميتها يعني أوكي مرأة مثالية لأنه هل فعلا فيه هذا النوع من المثالية في هذه الأيام أكيد فيه شباب كتير بيدوروا على ستات مثل هذه النوع أكيد أكيد فيه المرأة المتقية الرب بآخر عدد كما عدد أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح يعني مثل ما قلت بالأول تفضلت حضرتك الكمال للرب بس المرأة المثالية بتسعى أنه تكون مثالية يعني اللي بيتكل على الرب واللي بيخلي اللي هي هدفة العطاء هدفة أنه تكون عم تتمثل بشخصية الرب كيف هو عطاء ربنا عطاء بلا حدود إجاء على الأرض ما حسب شي عطاء أنا عندي مثال رائع بحياتي هي الماما إذا بتسمح لي يعني علمتنا العطاء علمتنا المحبة علمتنا التضحية كانت رائعة مرأة بحياتها كتير إشياء بس تخططها الظروف لأنه كان اتكالة على الرب كانت تاخد قوتها من الرب أنا إذا بياخد قوتي من إنسان بده يضعفها الإنسان رح تروح قوتي رح تروح تضحيتي رح يروح عطائي بس إذا أنا عم بياخد من فوق هيدا نبع ما بينضب موسيقى موسيقى